أنا عايز عندي رجاء عندي طلب يعني هو أمنية كبرى ممكن لو سمحتوا تصنعوا الناس اللي عايزة تكبر في الناس اللي عايزة تكسب ممكن ننسى قصة أروح أستورد من أي حتة ما تستوردش ممكن تقولي فلان فلاني بيستورد توك ليه أيا كان فلان دا مين يعني أكيد اللي بيستورده توك دول كتير استورد توك ليه يعني سؤال مهم جدا أنا بكلمك بتاع بلاستيك فيها مفصلة كده سوستة إيه الروكت ساينس ولا علم الصواريخ اللي فيها علشان نطلع نستوردها ممبر ومحدش يقولي أنا معنديش مصنع توك مصري مثلا بتستورد سجادة صلاة وسبحة ليه مفيش سبب يعني لأ فيه سبب بيستوردك عليه بعد شوية بتستورد حاجات كتير عمليا اللي لي لازمة واللي مالوش لازمة طب تعالف اللي مالوش لازمة أنا فهم إن أنا استورد حاجة ما بعرفش أصنعها هنا أو خبرتي في تصنعها لسه مش قوي أو أستورد حاجة لسه أنا محتاج أزبط المواصفات بتاعتها علشان أقنع المستهلك بتاعي إن المحلي أحلى من المستورد مئة مرة حلو ومش عاوزين نضحك على نفسنا ونقول الكلمتين بتوع الإيد العاملة أصلها برّة رخيصة فالمنتج بيبقى رخيص فبنسك لا يا فاند الإيد العاملة اللي برّة بما فيها الصين مش رخص من مصر خالص خالص بالورقة والقلم لا منتحكش على بعض خالص طيب أصلهم بقى لما بيعملوا الحاجة لا انت هنا بتعمل حاجات يعني أنا ممكن أكلمك على صناعة العربيات في مصر انت هنا بتصنع حاجات بتتصدر لألمانيا في صناعة العربيات مش في التوك والشوك والمعالق والسككين والولعات ومقاشر البطاطس انت هنا بتصنع حاجات في مصر متعلقة بصناعة السيارات هنا في مصر في جمهورية مصر العربية وبتصدرها الألمانيا عشان تتحط في أدخل مركات يعني الإيد العاملة بتاعتي ما هياش أغلى ولا حاجة الدقة بتاعتي ما هياش أقل ولا حاجة خالص خالص زيك زي أشهر عامل على سطح الكرة الأرضية الأخ الألماني طويل عريض بشعر أصفر وعنين زرق أنا بقى عندي الرجل المربع أبو عنين سود وبشرة لونها خمري زي حالتنا كده جدع وميت فل ونبيه وزكي وبتاع شغل وميت فل واربعتاشر ماشي طيب أهو وظن كلنا فاهمين أنا بقول إيه فاهمين يعني إيه أنا بصدر لألمانيا قطع غيار فعربيات آخر شيك من هنا بستورد ليه مفيش أي سبب على الإطلاق غير الاستسعال يلا بينا نستورد شوية حاجات ونخدها نبيعها بأغلى من تمانها أربع وخمس مرات وفي عهود سابقة كنا بنروح لأخ المصنع نقول له هاتلي أوحش حاجة عندك اديلي الرخيص واخد الرخيص ده بقى بأسعار بتاعت إيه خمس قرش وعشر قرش في سعر جملة وبتاعه بشابه جابت تلتمائة ألف قطعة وحاجات زي كده وابه خمسة وعشرين قرش بتجيبه هنا وتروح بايعه بخمسة وستة جنيه صح؟ ولا أنا بقول أي كلام؟ خلينا بس نتصارح نتكاشف طيب عايز تكسب اليومين دول يومين مكسب هتيجي تقولي الأزمة الاقتصادية وسعر الصرف ولاك دول بتوع المكسب للعاوز يصنع ويصدر دول بتوع المكسب آه وانا النهاردة لما يبقى في عندي سعر الصرف بتاع الجنيه قدام دولار ولا يورو بالسعر ده ده معناها أنه سعر المنتج بتاعك قادر على المنافسة في أسواق عديدة هتيجي تقولي بس أصل في بضايع بالأدق بعض الخمات أنا مضطرة استوردها من بره بالدولار وباليورو صح؟ ماشي حاضر مستلزمات إنتاج يعني هنأعتبر أن من ضمنها الخمات وهو مستلزمات الإنتاج بتاعة التوكا مش موجودة هنا؟ ده أنا هنا عندي بلاستيك بالكوب هعمل إيه؟ إيه اللي أنا مضطر استورده علشان أعمل توكا؟ عشان أعمل سبحة إيه اللي أنا مضطر استورده علشان أعمل حزاء؟ طيب فيه هنا بقى في مصر نقل إبرت خياطة بتاستورد إيه عشان إبرت الخياطة؟ ولا حاجة ولا حاجة خالص مقشرة بطاطس بتاستورد إيه؟ ولا حاجة برضو خالص يا راجل يا طيب ألاقيك بتاستورد حاجات معمولة من الفايبر جلاس أو الألياف الزجاجية أو الصوف الزجاجية سميها زي ما تسميها ده مصر عندها كم مصانع فايبر غير طبيعي وشبان زي السكر فاتحين بقى مش بس بقى مصنع الفايبر لا ده كمان بعد كده البروسيسنج الشبان اللي عندهم المكان بتاع فرد الفايبر تشكيل الفايبر كله موجود عايز تقعد الناس دي في البيت وتروح تستورد بتستفيد إيه؟ حلة سمسرة ليس إيه أنا عاوز أشتري من هنا أبيع هنا وأخد القرشين بتوعي في فورتي فورتي وأفعل لا أستمتع ما تستمتع وتنبسط وتكسب دول يومين ماكسب صنع وصدر شبان زي الفل بالمناسبة كتير بيعملوا بقى اللي هي إيه؟ المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة فيبقى بيصنع مثلا حاجات بسيطة زي الصناد الأحزية مصنوعات جلدية أنا شفت ناس كتير كده وبيصنعوا وبيصدروا الإفريقي والدولة بتشجع ومبادرات من البنك المركزي والرئيس يقول يلا يا جماعة وطنوا الصناعة وصدروا في أكتر من موضع صدر 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 ونعمل إيه تاني؟ قل لي أنا كراجل عاوز أفتح مشروع صناعي وإن كان صغيرا محتاج واحد اتنين تلات اربعة لأ أنا رهنك إن كل طلبات حضرتك موجودة ورهنك إن كل أحلام سيادتك مجابة وخليك زكي في إنك تتعامل مع مستلزمات إنتاج تبقى موجودة هنا عملت كده اتفرج على سعر الصرف اللي هيقع عملت كده اتفرج على الأسعار بشكل عام اللي هيقع عملت كده اتفرج على معادلات التضخم اللي هيقع لكن إنت ما بتعملش كده طيب الدولة تيجي تقول إحنا هنعمل واحد اتنين تلات اربعة ييجي بعض القطاع الخاص مش هقولك كله فيه رأس ملاوطنية جميلة وكل حاجة ييجي بعض المستثمرين اللي كما في القطاع الخاص يقولك لا يا جماعة كفاية الدولة ما تخشش في كل حاجة سيبونا لدولنا فرصة إن إحنا نشتغل طيب تيجي الدولة تقولك تفضلوا جماعة فرصة عشانتوا تشتغلوا فالقيك لما بتيجي تشتغل بتضطر برضو تروح تستورد وانت مش لأ كلمة تضطر غلط احزفها من المطبطة زي ما بيت قال قالقيك برضو رايح تستورد الله وتضحك على نفسك وانت جايب شوقت حاجات بتروح مركبها على بعض وانت بصنع اهو لأ انت بتركب الحاجة على بعضها ادي كل القصة وتجميع في التافة يعني يا ريت مثلا بنجمع مش عقق حاجة في التافة هي يعني مش منطقي مش مفهوم انت عاوز تكسب صنع وصدر عاوز الدولة اقتصادها يبقى احسن واقوى ومعدلات التضخم تقل ومعدلات البطالة تقل صنع وصدر ازرع وصنع وصدر انا بكلمك بجد ازرع صنع صدر سهل اهيه صنع صنع صدر فقط كفاية استيراد بالمناسبة احنا لو اعظم واقوى واعمق واكثر اقتصاديات العالم تأثيرا هقولك برضو ما تستوردش قدر الامكان انت تستورد فقط اللي انت ما بتعملوش يعني فليكن شيء امام ما بتعرفش تزراعه او ما ينفعش يتزراع عندك وان كان ده اصبح بيصل كمان بالتقدم العلمي اللي حاصل في التكنولوجيا الزراعة انه مفيش حاجة ما بتزراعش في حتة ممكن تبقى تكلفتها الاولية اكتر حابة الى اخير ما تيجي تتفرج على مشروع الصوب على سبيل المثال ما ده عندنا هنا في مصر في بلدنا يعني انت بتصنى حاجات تتصدر لالمانيا وتعمل مشروعات صوب علشان تنتج حصلات زراعية ما كنتش بتتزرع عندك قبل كده وبتعمل مراكز ابحاث وبحوث زراعية او هي موجودة بالفعل عندك علما وبحثين قاعدين بيشتغلوا علشان خاطر يقدروا خلوك تعرف تزرع حاجات كتير جدا وبتصدر كتير يا رجل ده الجماعة الامريكان من اقل من سنة كانوا بيحتفوا على موقع السفارة الامريكية نفسه في القاهرة هنا بيحتفوا بالعنب المصري اه انت حضرتك بتصدر عنب لامريكا ده ما ظنش تعرف الموضوع ده ده مثلا يعني انت تعرف